بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو اليوم سوف نتناول وصفات مختلفة استجابة لطلباتكم كالمعتاد واليوم سنتحدث كما جاء في عنوان الفيديو عن الطريقة الطبيعية الصحيحة والمضمونة لتسمين الوجه والخدود اعتمادا على مكون رئيسي ألا وهو دبس التمر كنا قد تحدثنا عليه سابقا وكنا قد عرضنا وطرحنا فيديو عن كيفية تحضير دبس التمر وحضرنا من خلاله عدة وصفات وكان المتابعون الأكارم قد طالبوا بضرورة عمل حلقة نتحدث فيها عن كيفية تسمين الوجه والخدود اعتمادا على دبس التمر طيب أول وصفة سنباشر بها فيديو اليوم هي دبس التمر بالألويفيرا نحضر في البداية مقدار ملعقة صغيرة أو متوسطة الحجم من دبس التمر كما تشاهدون الآن ثم بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة صغيرة من جال الألويفيرا تجدونه متوفرا عند الصيدليات ثم نباشر في عملية الخض في حال لم يكن متوفرا معكم جال الألويفيرا يمكنكم استعمال هلام الصبار أو الصبار الشوكي فلا بأس بذلك لأن كلا النبتتين لهما تقريبا نفس الفوائد والمميزات طيب هنا نخلط جيدا المكونين لكن اعلموا متابعين الأكارم أن دبس التمر رائع وقوي جدا في تسمين الوجه بطريقة سريعة جدا بل كل الوصفات المتعلقة بتسمين الوجه والخدود والتي فيها دبس التمر ستبدأ نتيجتها بالظهور خلال أسبوع فقط نعم خلال أسبوع فقط وهذا بالتجربة إذ ستلاحظون أن الخدود قد بدأت تمتلئ أكثر وأيضا الخدود صار لونها مائلا للون الوردي لما لدبس التمر من فوائد ومميزات فعالة طيب بالنسبة لطريقة الاستخدام يدلك الخدان بحركات ضائرية باستخدام هذا الماسك وهذا لمدة عشر دقائق ثم بعدها يغسل الوجه بالماء الدافئ على أن تكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم ولسوف تشاهدون كيف يبدأ الوجه بالانتفاخ والامتلاء بطريقة سريعة جدا لن تصدقوها أنا متأكد أن هذه الوصفة سوف تنال إعجابكم واعلموا بارك الله فيكم أن دبس التمر يعمل على مكافحة مشكل جفاف الجلد وتشقق بشرة الوجه لأنه غني بفيتامين A كما يساعد أيضا خلال تناوله مذابا في الماء وهذا حينما يركون مرفوقا بهذه الوصفة التي حضرناها الآن بمقدار ملعقة من دبس التمر في كوب من الماء يوميا سيسرع لا محالة في نفخ الخدود بشكل سريع جدا أيضا دبس التمر ممتاز جدا لعلاج فقر الدم وتنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم للوجه الذي يخلصه من اللون الشاحب ويعطيه الحيوية والنظارة نظرا لكون دبس التمر غني جدا بالحديد واللحاس وفيتامين B أيضا يساعد على تغذية الوجه بالعناصر والمعادن الأساسية ويحافظ على نقاء البشرة ونظارتها ويساعد على إفراز مادة الكولاجين المهمة جدا التي تعمل على تجديد خلايا الوجه ومحاربة التجاعيد أيضا وعلامات تقدم سن البشرة هذه الوصفة رائعة وقوية وممتازة جدا لتسمين الخدود ونحافة الوجه لذلك أنا أنصحكم باستعمال هذه الوصفة طيب ننتقل الآن متابعين الأكارم إلى الوصفة الموالية بحيث نحضر مقدار ملعقة صغيرة من دبس التمر ونضيف إليها مقدار ملعقة صغيرة أو متوسطة الحجم من الزبدة بعد تعريضها إلى الحرارة في حال كانت الزبدة جامدة أنا هنا استعملت الحمام المائي من أجل إذابة الزبدة إذن مقدار ملعقة متوسطة الحجم من الزبدة ومقدار ملعقة متوسطة الحجم من دبس التمر طيب بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة متوسطة الحجم من السكر مقدار ملعقة متوسطة الحجم من السكر ثم نباشر في عملية الخلط هنا يمكنكم استعمال أي نوع من السكر الموجود لديكم سواء السكر الأبيض أو البني فلا بأس بذلك وبعدها نخلط المكونات حتى نتحصل على ماسك جاهز للاستعمال بالنسبة لطريقة تطبيق هذا الماسك على بشرة الوجه والخدين فطريقة الاستعمال سهلة جدا نقوم بدلك الوجه والخدين بهذا الماسك عن طريق القيام بحركات دائرية وهذا لمدة عشر دقائق ثم بعدها يخسل الوجه بالماء الدافئ على أن تكرر هذه الوصفة لمرتين يوميا حتى إلى ثلاث مرات فلا بأس بذلك أيضا هذه الوصفة مجربة وقوية فلا تتردد أبدا في استعمالها ستجعل الوجه ممتلئا ومائلا إلى اللون الوردي لأن مكونها الرئيسي دبس التمر بالإضافة إلى المكون الآخر هما مكونين قويين جدا وفعالين في جعل الوجه منتفخا ومملؤا وأنا أقصد الزبدة ودبس التمر فلا تترددوا في تطبيق هذه الوصفة ولسوف تلاحظون الفرق من أول استعمال مع العلم أن دبس التمر أيضا يغضي بصيدات الشعر من الجذور ويقويها ويكافح تساقط الشعر بل ويزيد كثافته ويمنع الصالح أيضا ويعطي الشعر الحيوية واللمعان لما في دبس التمر من مكونات قوية جدا سواء للبشرة وحتى للشعر كل هذه الفوائد موجودة في دبس التمر لذلك كل هذه المكونات جعلت دبس التمر يحتل هذه المرتبة من القيمة لذلك أنا أنصحكم بهذه الوصفة هذا الماسك رائع جدا لملء الخدود وأيضا لعلاج نحافة الوجه في مدة قصيرة جدا لن تتعدى الأسبوع على أقصى تقدير طيب ننتقل الآن متابعين الأفاضل إلى الوصفة الثالثة وهي الوصفة الأقوى وهذا في حال كان الوجه نحيفا جدا ويسبب إزعاجا سواء للرجل أو المرأة الكبار أو الصغار هذه الوصفة مجهزة بمكونين قويين جدا ستجعل الوجه ممتلئا بوتيرة أسرع وتقوم بنفخ الخدود بطريقة قوية أيضا أول مكون هو بطبيعة الحال دبس التمر نأخذ منه مقدار ملعقة متوسطة الحجم وبطبيعة الحال يمكنكم مضاعفة الكمية حسب ما ترغبون فيه سواء في هذه الوصفة أو الوصفة التي سبقتها أو حتى الوصفة الأولى طيب بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة متوسطة الحجم من الحلب المطحونة وللخلط بين المكونين نضيف كمية قليلة جدا من الماء الدافئ كمية قليلة جدا ثم نباشر في عملية الخلط بهذه الطريقة هذه الوصفة رائعة وقوية جدا أنا أنصح باستخدامها وتطبيقها على الوجه سوف تظهر النتيجة من أول أسبوع النتيجة نعم سوف تظهر من أول أسبوع يمكنكم بطبيعة الحال تحضير كمية منها ووضعها في الثلاجة ومدتها لا تتجاوز الأسبوعين طيب هذه الوصفة كما قلت تعتبر من أقوى الوصفات التي تساهم في الحصول على خدين ممتلئين خلال فترة قصيرة جدا وهذا لتمييزها واحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة طيب سوف نتحصل بعد الخلط على هذا الماسك على هذا الخليط طيب بالنسبة لطريقة الاستعمال وهو أن يتم وضع الخليط على الخدين وحتى على كامل الوجه في حال كان الوجه كله نحيفا مع التدليك بلطف ثم يتم ترك الخليط على الوجه لمدة تتراوح ما بين العشر دقائق إلى الخمسة عشر دقيقة بعدها يتم شطفه بالماء الدافئ على أن يتم تكرار هذه الطريقة من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا وبعدها ستشاهدون بأعينكم التحول الجذري والكلي للوجه سيبدأ الوجه وخاصة الخدين بالانتفاخ والامتلاء ويعطي لشكل الوجه جمالا مضاعفا غير الذي كان عليه في السابق هذه الوصفة قوية وصفة دبس التمر وأيضا مفيدة لبشرة الوجه لما فيها من فوائد ومكونات لبشرة الوجه كنا قد ذكرناها في الوصفة السابقة كما يمكن في حال كان متوفرا عندكم جال الألويفيرا في حال كان متوفرا معكم يمكنكم إضافته إلى هذه الوصفة وهذا لتسريع النتيجة أكثر وفي ظرف قياسي جدا بعد تجربتكم للوصفة أعلم جيدا أنكم ستتفاجأون بعد ذلك بعد تطبيق هذه الوصفة إذن متابعين الأفاضل أتمنى أن تكون هذه الوصفات الثلاثة قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة ولا تنسوا أيضا الضغط على زر الإعجاب في حال نال الفيديو إعجابكم تقبلوا مني خالص تحياتي دمتم لنا أوفية والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة